لا يدخر أحداً منا جهداً في اغتنام الفرصة للتأكيد على أهمية الديمقراطية ودورها المحوري لتحقيق حياة أفضل وأكرم للشعوب والأمم الديمقراطية أيها السيدات والسادة ليست مجرد صندوق اقتراء فكم من صندوق انتخابي أفرز أعداء للديمقراطية وكم من انتهازيين استغلوا الديمقراطية لتحديد الإنسانية في حاضرها ومستقبلها وكم من مغامرين تظاهروا بالديمقراطية للوصول إلى السلطة لقطع الطريق أمام تداول السلطة وكم من كافرين بالديمقراطية كقيمة ورسالة تنويرية تفننوا في نثر الظلامية والاستبداد باسم الديمقراطية لذلك عندما نطالب الأمم المتحدة كمنظمة دولية رائدة وجامعة أن تلعب دورها الحيوي في تعزيز وحماية الديمقراطية وتعزيز ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والسلم وثقافة حقوق الإنسان فإننا لا نقصد الاقتصار على بعثات المراقبة والرصد التي ترسلها الأمم المتحدة إلى دول العالم للتأكد من شفافية العملية الانتخابية إنما نطالب به ونطمح له هو استمرار الأمم المتحدة في لعب دورها الأخلاقي بأبعاده الرمزية لتعزيز قيم الديمقراطية ثقافة وممارسة وأن لا تقف مهام المؤسسة الأممية عند حدود الشكل بل يجب أن يمتد أداؤها إلى تعميق وتدسيد القيم النبيلة للديمقراطية قيم وليست أشكال الديمقراطية قيم التسامح السياسي والثقافي والاجتماعي قيم المساواة والعدل وتكافؤ الفرص قيم الحكم الرشيد قيم سيادة القانون وتطبيقه بمصدرة واحدة قيم الاحتفاء بالتنوع الإنساني الخصب السيدات والسادة متى ما تمكننا كمجتمع دولي بمؤسساته الأممية من غرس هذه القيم في دول العالم فلن يكون هناك خوف على صندوق الانتخابات أو منه مهما حاول بعض المغامرين إخراج الديمقراطية عن مسارها السليم إذ سيكون هناك دوماً ديمقراطيون حقيقيون يعيدونها إلى مسارها الصحيح أبرى إجهاض مشاريع إفساد الأجواء الديمقراطية وهدم صروحها من إشاعة الفوضى باسم التغيير وضمن هذه القناعة الراسخة فإنني أناشد هيئة الأمم المتحدة بالعمل على نشر الديمقراطية كثقافة حياة وتعزيز مفهومها كقيمة حضارية تتقاطع مع رسائل التسامح والتعايش التي تنشدها الأمم المتحدة في مهامها عبر العالم السيدات والسادة وأنا أشدد على كلمتي التسامح والتعايش أسترجع ما حدث ببلدي في الأشهر القليلة المغضية عندما ضرب الإرهاب الأسود أحد المساجد في محاولة آثمة لجر البلاد إلى شرك الفتنة الطائفية تبعها بعد ذلك الكشف عن خلايا أخرى تملك ترسانة من الأسلحة ومواد التفجير ولكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يحدث من هزات ارتدادية وعنف وعنف مضاد وانتقام وانفلات لأشد الغرائز بدائية لو لم يكن بلدي وبسبب تاريخه الشوروي والديمقراطي المعزز لقيم التعايش والتسامح الديني والتناغم المذهبي قادرا على درء تلك الفتنة البغيظة على كافة المستويات بدءا من رأس الدولة صاحب السمو أمير البلاد وانتهاءا بأصغر مواطن هذا حصاد ما زرعناه منذ عقود من قيم التسامح فالكويتيون حرسوا في محطات تاريخية عديدة على تحقيق هذا التوازن الدغيغ بين ضمان أن يكون النظام ديمقراطيا وجماعيا ومؤسسيا حقيقيا وبين ضمان أن لا يتحول هذا النظام الديمقراطي إلى مجرد سبب أو بوابة يتم من خلالها الإساءة إلى المفهوم الديمقراطي ذاته إننا نؤمن بأن الديمقراطية أكثر من مجرد خيار إنها قدرنا الوحيد ونحن عازمون ومصرون على أن لا نحيد عن قدرنا ضمانة لأمانة الأجيال في أعناقنا وختاما أيها السيدات والسادة نحن ننظر إلى الديمقراطية دوما كقيمة وكسبيل رئيسي لبناء النظم السياسية حتى تظل في الوجدان الجماعي قدرا جميلا في مسار بناء المجتمعات والأمم من خلال صناعة الحياة الكريمة وترسيخ قيم السلام وتعزيز نحج التنمية الشاملة